ياهلا السلام ياهلا يعطيك العافية امس حطيت لقاء مصري عامل مصري يبطي يما قصري التلفزيون اللي يخليش يطول لي بعمرك ويحفظك لنا ان شاء الله يا رب طولنا بعمرك امريني ما يمر عليك حدو ابي المصري اللي حطيته عامل وقعد يبطي ايه ابي تعطينا رقم والله يا امفهد اول شي يجزعش الله خير على الاتصال الطيب ويزين امهاتنا الكبار ويزين هالطيبة ويزين هالرحمة وعسى الله يحفظك عيالك وخليش تاج على راسنا كلنا يا امفهد اول شي ايه احاول ما ادري والله يا امفهد لان مو انا مسوي اللقاء وما بي اكسب فضل الناس حقي انا هذي قناة ثانية من الاخوان في خدمة اخبارية ابي احاول من عيون ثنتين اتواصل اليوم ما ادري اذا عندهم رغمه ولا لا وانا استاذنت الخدمة اشغان اخذ منهم فيديو وانا اطرحت الموضوع فان شاء الله خير ايه والله انت جزاك الله خير والله وانا ستيني يوم فهد والله منمس انا بيرغمك بس انا والله منمس انا متأثرة صراحة بعد راس يوم فهد يعني وهذا هاي طيبة اهل الكويت هذي 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 طيبة قسما بالله الان نيتش الصادقة هذا بروح بحد ذاته وصلنا حق الريال ما وصلنا حق الريال كافي كلمة جن فهد مشكورة يمه مشكورة انت مشكورة يمه انت ومزان حسناتك ان شاء الله والله يسلم ترى هذي يعني مثال لاهل الكويت مثال متصلة على الفيديو اللي امس حطيتها اللي الريال قاعد يبتشيوتها برغم تليفونه مشكورة الله خير الان وصلنا لها ولا ما وصلنا لها هذي لازم الرسالة توصل معنا ام فهد لازم تعرفون هذولا امهاتنا اللي ربونا هذي هذي مثل ام فهد وايد امهات ربونا هذولا اللي حافظين الديرة هذولا ببركة دعائهم هذولا اللي لازم اطيح على راسهم وعسى الله يفقنا من كورونا وانطيح على راسهم واحدة واحدة انبوسة هذولا البركة هذول اهل الكويت هذي الاهل الطيب هذي الى الصدقة يمشون ويعطونها تعلموا من هذي الى تعلموا من هالناس اللي كل واحد فيكم ماسك ايده وميت على الدينار تعلموا منهم فهد يمكن انا هذي امي عشان شلي انا همون على ام فهد هذه حسبة امي على راسي عشان شلي انا همون على ام فهد اني اتكلم يمكن مثل امي مدارسة ماذا الشو مدارسة هذي الى هذي الى امهاتنا الكبار بس تعلموا تعلموا الطيبة تعلموا المعدن الطيب تعلموا الحياة تعلموا ان الناس للناس تعلموا ان اللي بجيبك مولك حق غيرك ام فهد ما تعرف هذا يترى اللي احنا حطيناه بس تقولوا والله من امس منايمة مقطع قلبي حسن الله يعني يرزقك بر عيالك يا رب العالمين ويطول عمرك يا ام فهد ويخليش دخر ان شاء الله وانا اقول هنيا لهم عيالك اللي عندهم ام بها القلب الطيب بمشاري مستكى الله بالخير مستكى الله